مرحبا لطفي من بكين تمر الصين اليوم بتحول اقتصادي عميق تواجه فيه التحدي المتمثل في التحول من الاقتصاد التقليدي الموجه نحو التصليل والاقتصاد القائم على التصنيع إلى اقتصاد أكثر تركيز على الطالب المحلي وابتكار الخدمات واقتصاد قائم على المعرفة والهدف الأساسي لهذا التحول هو تحقيق تنمية مستدامة عالية الجودة تخص خمس مجالات هامة وهي رفاه الشعب والاستهلاك والتصنيع والبونية التحتية والخدمات ففي هذا الصدد لا تركيز التنمية العالية الجودة على النمو الحجم الاقتصادي الإجمالي فحسب بل تركيز أيضا على تحسين الهيكل الاقتصادي وتحسين الكفاءة تعمل الصين جاهدة على تعزيز التنمية الاقتصادية في اتجاه أكثر ابتكارا واستدامة وتنافسية وتشارك على المستوى الدولي من خلال تسريع الرقمنة والتحول الأخضر لقد مرت التنمية الاقتصادية الصينية في العقود الأخيرة بتطور نوعي وانخراط الصين في السوق العالمية والعولمة بطريقة ناشطة وعادلة وإيمانها بتعدد الأقطاب سمح لها أن تعزز أيضا عملية التحديث الصيني النمر إن التنمية العالية الجودة الخضراء والمستدامة والمبتكرة والمتشاركة التي تنتهجها الصين أصبحت قاطرة الاقتصاد العالمي وينعكس ذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق التي تضع الصين في مكان دولة كبيرة مسؤولة حيث لا تهتم الصين بتنميتها فقط بل تقاسم الخبرات والفوز مع الدول النامية الأخرى ومع الجنوب العالمي الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر